اهلا بحضراتكم من جديد في حلقة سابق قبل كده اصدفنا اتنين من ابناء الاهلي المحترفين في زيسكوف مصطفى فوزي وميدو حسام النهاردة معانا التالت بتاعهم محمد احمد بيسول ان شاء الله مسافر بعد بكرة علشان يكمل تجربته مع زيسكوف تشيكل متمنالوا فيها ان شاء الله كل التوفيق في البداية بنرحب بيك يا محمد اهلا بيك يا كابتن ازا حضرتك اخبرك ايه الحمد لله كله بخير قل لي مسافر امتى ان شاء الله ان شاء الله رايح بكرة طلع تصريح السفر وبعد كده عمل بيسول وسافر بقى على طول ان شاء الله سافر بعد بكرة اه بإذن الله مصطفى فوزي وميدو سبقوك اه سبقوني من اسبوع تقريبا كويس اه قل لي بقى التجربة اكتر حاجة استفدت منها ايه في تجربتك في احتراف احمال اقوى في الجو البرد كمان هناك في التشيك قل لي التجربة ومدى الاستفادة منها لا طبعا التجربة مختلفة خالص يعني كل حاجة عكس هنا من اول الجو التفكير لطريقة التعامل كل حاجة كل حاجة مختلفة يعني في البداية اول مشكلة وجايتنا نكيت الجو يعني كنا احنا هناك المفروض هنا في الصيف هناك كان الجو برد دي اول حاجة التمارين مختلفة الحمل مختلف القوة البدنية هناك مش طبعية فعلا مش طبعية عكس هنا تماما يعني احنا هنا بنركز في الكرة جزء البدني بيبقى اه 70% مثلا او كده بس هناك لا كل حاجة بدني اه اهم حاجة هناك القوة البدنية دي اكتر يعني مش هنقول مشكلة بس دي اكتر صعوبة احنا بنواجهها هناك هي مسألة القوة البدنية علشان برضو الناس يعني تعرفك اكتر مركزك ايه انا بلعب فيروت و بلاي ميكر يعني الجزء اللي قدام ده انا بجيت فيه يعني بشكل كويس الحمد لله يعني بتلعب برضو على الاطراف صحيح كده اه بلعب في الاطراف وكده كابتن عمرا هو اللي كان وظفني في مركز بلاي ميكر السال الفاتد بس هوا كان اول واحد لعبني فيها زمان خالص كان كابتن ياسر رجب يعني تمام اه هناك انت بتلعب مع الفيرس تيم والسكن تيم اه بنلعب مع الفيرس تيم وفيه اوقات اول ما روحنا لما كنا مش جاهزين لسه بسبب مشكلة البدني وكده كنا بنلعب مع السكن تيم لقيتنا كام ماطش كده لحد ده ما تدوني بيك كويس يعني ازاي برضو عايز اخدك ازاي قدرت تتأقلم هناك طبعا الاحمال انت بتقول لي المستوى البدن هناك بيهتموا بيه بشكل كبير لقيت صعوبة في الاول ولا قدرتوا تتأقلموا بسرعة احنا لقينا صعوبة بس تتأقلمنا بسرعة يعني بصراحة احنا معنا هناك كابتن فراس ده الوكيل بتاعنا وكابتن زيزو هم بصراحة يعني يتعبوا معنا جدا في الاول يعني كابتن فراس كان كل شوية يتكلم معنا لازم نعمل ايه ننام بدري الموعيدي يزبطها لنا يزبط لنا اكلنا جايب لنا ناس متخصصة تشتغل معنا في الكلام ده لا هو بصراحة العدى معنا في فترة الاولى الصعبة دي كلها كابتن فراس هو ليه الفضل يعني بصراحة عندنا بعض اللقطات ليك ولكن دي كانت في مبارياتك في اكتاع النشي بيناد لها قول لي جبت كم هدف هناك انا شاركت في سبع متشاط جبت ثلاثة هذا مع الفرس تيم والساكن تيم شاركت في خمسة معنا برضو اهداف ليك وبعض اللعطات ليك هناك من من التشيك هناك اه الساكن تيم جبت خمس تجوان كل متش تعريبا كنت واجيب جول يعني اللغة بأخبارها ايه لا اللغة صعبة اللغة صعبة اللغة اللي التشيكي صعبة ايه بصراحة احنا بنتعامل بالانجليش يعني هم هناك عشان احنا عادين في العاصمة فده مساعدنا شوية يعني ان هما بيتكلموا انجليش كويس فده بيخلينا يعني ايه نخبط معهم شوية بس الدنيا ماشي يعني بالانجليش كويس بس اللي التشيكي صعبة ايه بصراحة طبعا ايه لا لا صعب مدير الفان اللي قطعنا شمنا ده هيكلم تشيكي هو بصراحة عاد معنا وقلنا ان هو ممكن يعلمنا تشيكي وكده بس احنا فهمنا ان اللي تشيكي يعني لغة مش هننعرف نتعايش بها في حاجات كتير يعني فهو الانجليش الاهم هو بقى قال لنا اتطوره الانجليش بتاعك وكده تكلم معنا في تجربة سابقة قبلوكو احمد عبدالقادر برضو في التشيك شوفتوا ازاي التجربة دي خاصة رجع مرة تانية للنادي الاهلي ودائما بقولها بمستوى بدني اعلى تكوين جثماني افضل فقلا هو احنا واحنا مسافرين كان احمد عبدالقادر اتكلم معنا وقال لنا تم التواصل اتكلم معنا هناك هتلاقوا صعوبة في الكوة البدنية والحمل البدني صعب بس احبا طبعا كنا شايفين لما هو رجع الفرق احنا كنا نعرف احنا دي عبدالقادر من زمان لما سافر ولأ هو اتطور جامد اتطور جامد وكمان هو هناك فتح لنا السكة ان احنا نخش يعني فكرة ان تقريبا هو كان اول مصري يخش هناك والناس كانت عرفته هناك يعني هو بقى سهل لنا الموضوع شوية يعني خلى الموضوع ايه لا احلى بكتير يا بصراحة من اللي بيتابعكم انتم هناك او بيتم التواصل معاكم من مصر هنا من الناد الاهلي لا فيه كتير بس ابرزهم كابتن خالب بيبو فيه بيحصل بيكلمكم دايما اه ومستر بروكتش برضو بيكلمنا وكابتن امير توفيق برضو معنا على طول لو فيه اي حاجة اي حاجة محتاجينها بنقوله على طول وبنتكلمه كابتن خالب بيبو بيحللنا مشاكل اوقات لو فيه مشكلة او كده لا يعني الناس من السايبين يعني بيكلمون لازم كل اسبوع بنتجمع كده في فيديو كول وابيشوف بقى الدنيا طب لعبت كام ماتش طب عملت ايه الاسبوع ده التمارين ماشي ازاي لا ادوس شوية كده لازم كل واحد فينا مين اللي جابك النادي الاهلي بيسو انا اللي جابني النادي الاهلي كابتن ياسر رجب ياسر رجب اه خلي بقى كابتن ياسر رجب هيكون ضفنة في الفقرة التانية بعديد انا اقلت صوت فه انا افتشف عديد من النجوم اه بصراحة يعني انا كابتن ياسر رجب كان جابني كنت انا افتحات الشرطة وهو اتكلم معي وكده والحمد لله يعني انا فاكر ان اتسجلت في النادي قبل الكتب كم ساعة يعني كان في سبعة واحد قبل الكتب ساعتين تلاتة مثلا وبس وكان حظ حلو مع كابتن ياسر ايه ودوني كيتمشي حلو كان عندك كم سنة وقتها اه كنا عندي 12 سنة اه من 2013 كده بس وشاركت بقى مع كابتن ياسر وكانت بداية خير يعني بصراحة ابرز المدربين اللي لهم فضل عليك تعلمت منهم في قطاع النشيب نادلال اه كابتن ياسر طبعا كابتن ياسر رقم واحد بس يعني بصراحة كل كابتن مسكني بعد كابتن ياسر يعني كابتن محمد سعد وكابتن امين عرابي وكابتن عمرا انور اه مش هزا نسى حده وكابتن متحطاس معليل برضو كل حد فيهم اثر فيها بطريقة معينة من ناحية التفكير او لو في طريقة لعب او او فهم بصراحة كل واحد فيهم اضاف لي يعني ودي حاجة انا منساش ابدا كنتم تبقى مبسوطين لما كنا بنزع لكم الماتشاط هنا ونعملوك ستة تحليلي على قناة لهلي اه طبعا يعني دي حاجة خلتنا من بدري ايوا الدغط يروح من علينا فكرة انت بتزعلك ماتش لايف دي حاجة خلت الدغط يروح من عليك اللي هو احنا كان عندنا مثلا 17 سنة 18 سنة وبتزع لنا ماتش لايف فدي حاجة خلاص احنا تعودنا على كده لما نبقى الكبار بقى لما نجبر ونلاقي الموضوع ده خلاص لا احنا تعودته خلاص اه الرهبة راحت بقى خلاص من علينا طب طب ده هياخدني الحتة تانية شفت الكم من الناشئين اللعبه في كاس الرابطة اه طبعا اه طبعا وانت قاعد بتتفرج على العدد الكبير ده والفرص الكبيرة دي كان زمان بتشوف واحدة او اتنين يطلع وسط اللعبة الفريق الاول اما دلوقتي شايف فريق كامل من قطاع الناشئين بالنادلال لا طبعا الوضع اختلف ودلوقتي هم لما لعبهم قدوا بصورة اكتر من ممتازة وما شاء الله كل واحد فيهم جالوا عارضة او اتنين ودي حاجة برضو اكيد النادي بيفكر لها امانه هو راح في يوتشا ربنا يكرمه يفقه بقيت زمالي دلوقتي مع النادي هناك هيلعبه ان شاء الله في كاس العالم الالدي عندك زياد طاري وفخري عندك احمد محمد اشرف وحتى مصافة مخلوف حراسة المرمى ومغربي يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم كده وده الطبيع النادي الاهلي دايما هو البداية في اي حاجة هو اللي بدأ انه هو يلعب بالناشئين ومخافش يعني هم يعتبر دلوقتي مش ناشئين هم لعبه كبار ودبا في الملعب بصراحة وهي كانت التجربة بتاعتنا وفكرتنا وهدفنا ان احنا نزيع الماتشوات علشان ما يتفاجؤوش بيها لما يدقوا اول سلمة مع الفريل اول خدوا الامور ببساطة هناك بقى معато في الشيك تقول لي بيتكلمه ازا quote الن停ألة هو هو اصلا يعني هم كانوا شايفين انه النادي الاهلي هم على اعرفين انه اكبر في افريقيا ودائما بيمثلوه ب 2010 بارشلونة بفريق بارشلونة 2010 يشبيه نادي الاهلي بارشلونة نسخة 2010 لانهما شايفين فاولنادي الاهلي يلعب كرة كرة اوروبية يعني اللي هو يعني هم كانوا دائما يقولو لنا لا ماذا حرام النادي يبقى في افريقيا لازم يبقى في أوروبا هناك الدوري شغال؟ دلوقتي لا زيسكوف شغالين ولا واقف؟ لا الدوري مش شغال هم بدأنا فترة الاعداد من اسبوع 10 ايام اه تقريبا تبتدوا امتى بقى المباريات؟ 10-3 10 طيب لسه ما شاء الله لسه في وقت عشان الشتاء وكده هم هناك بيبقى فيه توقف يعني هناك معاك مصطفى فوزي وميدو يعني اكيد برضو الدنيا مهونين على بعض لا لا بصراحة هم يعني الدنيا احنا بنهون على بعض كل واحد ممكن يوم انا بقى متضايق هم بيبسطوني هم بقى ميدو متضايق انا هبسطو لا وبنفك الدنيا عن بعض كتير بصراحة تب قولي بقى المواقف الحلوة هناك وانتوا في الغربة لا او مواقف حلوة خاصة المصطفى فوزي التشيك بتاعه حلوة او صراحة لا يعني او مواقف كتير بس هو ابرز مواقف يعني مصطفى دايما يحطني في المواقف ده بيبقى محتاج حاجة مثلا او عايز حاجة وانا في نفس الوقات مشغول بعمل حاجة يجبني يقول لي لا تعال اتكلم مع ده وشوف لي الموضوع ده يعني انا يمكن عشان بقى اتعامل شوية مع الناس هناك بالانجليش وكده فدائما بقى انا اتورد في الكلام ده والاكل بقى يعني يعني انا بقى اعرف اعمل اكل ومصطفى بقى في اعمل اكل ميدو بقى مفيش فيش غاية والمياكل اه بالزبط كده طموحاتك بقى я طموحاتك الفترة اللي جاية انت في تجربة مهمة جدا انا اكيد هتكتسب فيها خبرات طموحاتك ان شاء الله الفترة اللي جاية انا رقم واحد النادي الاهلي يعني انا لو ليعا ما كان فينادي الاهلي ارجع ولو انا تحت امر النادي في اي وقت ودي حاجة يعني مش محتاجة اولا وتاني حاجة منتخب مصر يعني هذا في الاساسي منتخب مصر وخصوصا بعد لما لقينا الفترة اللي فاتت ان اللي بيلعب بيروح المنتخب خد خطوة خطوة تانية في متخب مصر يعني ما شاء الله ربنا يكريمه في نفس الوقت عمر مرموش عمر مرموش يعني لعيب كبير بصراحة ولسه لسه فيه لعيبة كله ما اللعبة هتلعب وتاخد فرصة هتبان أخيرا مين مسألك الأعلى محليا محليا عالمين أنت عايزه يعني أنا بصراحة بحب أفشا بحبه بحبه يعني وكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب بس تمناك كل التوفيقة محمد وإن شاء الله يعني تحقق كل طموحاتك وتكون تجربة نجحة إن شاء الله في زكوف وترجع بيتك مرة أخرى النادل أحلى شكرا 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 زارة جاية إن شاء الله نحتفل ببطولتك وإنجازاتك إن شاء الله إن شاء الله مشكر ضيفي ودي كانت الفقرة الأول محمد أحمد بيسو بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله في رحلته في زكوف التشيك وهو وكل أبنائنا في قطاع النشئين بالنادل أحلى يكون عندنا فقرة تانية مع كابتن ياسر رجب المدير الفني اللي قطاع النشيب النادي بترجيته الكابتن ياسر رجب شغل فترة كبيرة في قطاع النشيب النادي الأهلي واكتشف عديد من النجوم لكن قبل ما نروح نستقبل ضيفي الاتحاد المصري لكرة القدم دلوقتي قدم احتجاج رسمي على تعيين بكاري جسامة حكما لمباراة مصر والكاميرون نروح لفاصل وبعد الفاصل استقبل الكابتن ياسر رجب